لتصل إلى النجاح في عمل ما فأنت تحتاج إلى الموهبة والدراسة هايل تمام فطوم ابن مدينة السلامية الذي حصل على جائزة الباسل للإبداع والاختراع عن محور التكنولوجيا وهو مشروع دارة تحكم عن بعد بحركة السيارات وسكة القطار للحد من الحوادث وتخفيف اليزي العاملة على الخطوط الحديدية مشروعي اسمه دارة كهربائية لتحكم عن بعد بحركة السيارات والقطارات أول شيء أنا رحت على التطبيقية أنا نستي بالتطبيقية تابعة الفيزياء قالت لي عطتني أفكار كتير ورجعت على البيت أنا حاولت اختراع وقدمت الوسيلة لمعرض الباسل قبلها رحت على معرض الباسل اكتشفت اختراعات كتير في اختراعات كتير منه روبوت سيارات تقريبا في كل شيء وكان هدا فيه اني فوز وتعرفت على أصدقاء جدد في رفقات من حلب من طرطوس من قنيترا وعطوني جائزة وكنت كتير مبسوط وقت لعطوني الجائزة وبتشكر أهلي وأنستي بالتطبيقية ورفقاتي وكل حدا دعمي طبعا المشروع هو بسيط حساس الالترسونيك على بعد 50 سنتيمتر للقطار عن حساس الالترسونيك يضيق الضوء الأخضر كلما اقترب القطار وأصبح على بعد 40 سنتيمتر يضيق الضوء الأصفر فيقترب القطار فيصبح على بعد 10 سنتيمتر فيضيق الضوء الأحمر وبهذه الطريقة نتجنب الحوادث ونخفف باليد العامل حب أقول أنه هاي هو طفل متميز بكل شيء تقريبا فلما هو استدعوه على التطبيقية حب أنه يكون مشروعه متميز عن باقي أصدقائه فأنا الشيء اللي دعمته فيه صرت قلوا ماما شوفه على اليوتيوب شو ممكن أنك تشوف اختراعات بسيطة وبنفس الوقت ممكن يكون مننا أفكار حلوة تخدم البلد نحنا عايشين فيه لمن شاف مشروع حركة السيارات على سكة القطار أنا كان مني أني أبحث له بسلامية عن المعدات تبعيتي يخبرني أنه بدي مثلا ماما محرك ألترسونيك صرت أسأل أنا هالموضوع أبدا ما بعرف فيه صرت أعرف كرمال هاي الشيء اللي ما لقيته بسلامية صرت روح حما أبعث على الشام واسأل لحتى أقدرت أني أمن كل المعدات اللي بدوا إياها وكان شو ما بده أنا جاهزة دعم لوجستي يعني متل ما ما بيقوله فلمن هو ربح بالتطبيقية أخذ رياضي على المحافظة وبعدين استدعوه لمعرض الباسل كانت فرحة كتير كبيرة فيه ومثل ما أنا متعودة عليه أنه هو ما بيدخل بمجال إلا أنه بتميز فيه أنا بتمنى أنه الأيام الجاي أنه تحمل لهايل و لأخواته و لكل أطفال سورية يكون أيام حلوة بيستحقوا لأنه فعلا هالجيلي بيستحق وتكون البيئة الحاضنية لهالأطفال هادة آمنة ومناسبة أنه يظهر إبداعين فيها لأنه المعرض اللي رحنا عليه شفنا يعني شفت أنا أطفال فعلا بيستحقوا أنه يكونوا بمكان آمن وبيليق بفكرين وبالطريقة اللي بيفكروا فيه لأنه فعلا هالجيل زكي المشاركة في معرض الباسل للإبداع والاختراع غنية كما وصفها فطوم مبينا أنها أضافت له الكثير من الخبرات والتجارب ولا سيما في مجال الفيزياء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر